هذا يستفيد منه الشباب الذين يتسابقون في المباريات وفي المسابقات أن الخسارة لا بد منها وأن الذي يقبل الخسارة هذا دل على تواضعه لله بعض الآن الناس ما يقبلون أن يخسروا في سباقاتهم وإذا خسر ممكن يغش ويتلاعب أو يحزن حزنا شديدا وربما يبكي على الخسارة وهذه كلها دنيا فانية ما تستحق مثل هذا إذا حصل هذا من العبد فربما يكون في قلبه شيء من الكبر الدفين الذي لا يشعر به يقول لا أنا ما أخسر أبدا ما أقبل الخسارة فإذا ما قبلها يكون في قلب شيء من الكبر وهو لا يشعر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم خسر في هذا السباق فشق ذلك على المسلمين ومع ذلك قال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه فإذا هذا من كمان التواضع أن الإنسان عندما يدخل أي مسابقة ما يدخل بنية الفوز أبدا وإنما يدخل بنية أن تكون متعة بينه وبين أصحابه لا يريد منها دنيا ولا مالا لأن أخذ الأموال على المسابقات لا يجوز إلا إذا كانت معين على الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا سبقا لا عوض على السباق أيًا كان إلا في نصل يعني السهام يعني يعين على الجهات في سبيل الله إلا في نصل أو خف أو حافر هذه مسابقات كلها تعين على الجهات أما غيرها فما يدخلها بنية أنه يريد الدنيا أو يريد المال أو يريد الرفع والجهة إنما هذه المسابقات يعني تسلية النفس وإجمام النفس حتى يتنشط على العبادة أما أن تكون مقصودا ولا يرضى إلا بالفوز فهذا يدل على نوع كبر في النفس تسلية النفس